لتجهيز خمسين قسما رقميا بأحداث التجهيزات وزارة تربية الوطنية توقع اتفاقية دعم مع وزارة الطاقة ممثلة في شركة سونطراك في إطار تحسين ظروف التمدرس هذه الأقسام الرقمية تأتي في إطار تجسيد مشروع المدرسة الرقمية الوارد في برنامج السيد الرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والمدون في مخطط عمل الحكومة والموجود كذلك في مخطط عمل وزارة التربية الوطنية الخطوة هذه تعد مرحلة أولى لرقمنة التمدرس في الجزائر وستستمر بالتدريج إلى أن تعم كافة المؤسسات التربوية كما أنها ستكون وسيلة لتخفيف العبء عن التلميذ هناك بعد هام جدا وهو تخفيف المحفظة بالنسبة لأبنائنا في الطور الابتدائي وهذا المشروع بطبيعة الحال في منشائه وفي بدايته سيتم تعميمه تدريجي على المدارس الابتدائية على أن ينتقل إلى المراحل التعليمية الأخرى وضعت الجزائر في احتفالها باليوم العالمي لمحو الأمية القضاء على الأمية المعلوماتية أحد رهاناتها المستقبلية والبداية تكون بتعميم المدرسة الرقمية ومنه تحسين نوعية التعليم